وزارة التجارة والسياحة ممثلة في إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش بتعاون مع وزارة التنمية الريفية والدحادية الجزارين تعلين عن إبرام اتفاق جديد يحدد ويضبط أسعار اللحم الحمراء في السوق الموريتانية وبحسب إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش فقد ارتفعت أسعار اللحم في الأيام الماضية تزامنا مع عائد الأطحى وفصل الصيف وارتفاع طلب على المواشي من الدول المجاورة مما استدعى تدخل الوزارة وبرش عدلناها لأنهم مات ليزيد الحامل قنم للفين وقية والفركة ما زيد على الفين وقية اللي هو الحامل لبقر والحامل بل ما يزيد على الف وستمية وهذه الاتفاقية أنا لاحظ أن البعض يقول أن الله هو اللي كان موجود به واللي يعرف الأسواق في الأسابع الماضية وشافهم أننا ما فيتنشي السوق يوميا والمواطنين يتصلوا بين الشاكين من هذه البضعية الموجودة وغير أن الاتفاق بالنسبة لفاعلين يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية ستكون عاملا من عوامل عدم تطبيقه مشيرين إلى فوضوية القطاع وضرورة تصنيفه وتنظيمه أنا أحترم دائما من اتفاقيات قال لتسمي الناس اتفاق ما بين الجزارين والوزارة ما هو خالق وهي اللي حفرنا على ورق حد واقتراح طرحه الوزير اللي بشر وطرح ما هو فاهمه ما هو فاهمة عن الجزارة موريتان عنها طريقة تقليدية بحت وعن المشاطات في المجال اللي هو عن المتعددين به اللي يدرك حالا لا تلحد يخرص لها يجبر تقريبا 17 اتحادية ونقابتين يقال هذا وكلهم كيف الحزاب وكيف الواقع في موريتان وكلهم في ساكو والدولة قطر ساعة لا يتعدى البرنامج بسيط هي حتى الآن ما فات صنفت للي نقاله قطاع الجزاري ما فات صنف يكانوا تابع الوزارة تنمية الريفية يكانوا تابع الوزارة التجارة يكانوا تابع لأي شيء سوش معناها حتى النظام ما فات صلح وتعرف اللحم الحمراء في السوق الموريتاني ارتفاعا يوصف بالكبير مقارنة بالثروة الحيوانية المحلية وكانت مبادرات أهلية أطلقها نشطاء قد حددت أسعارا للحوم بشكل فردي غير أنها ما لبثت أن عادت لأسعارها الطبيعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا